تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار اسبوع نجحت اجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الامنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم اصفرت جهود وزارة الداخلية خلال اسبوع عن ضبط 127 قضية بيع استوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 557 استوانات بوتاجاز وضبط 9 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 68100 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء اضافة الى ضبط 6285 قضية تمونية بمضبوطات وزنت 1331 طن و429 كيلو سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 9 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 16 طن و364 كيلو سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 1121 قضية في مجال البيع بازياد من السعر بمضبوطات بلغت 134 طن و4292 كيلو سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 75 قضية استراء على الدعم بمضبوطات بلغت 115 طن و42 كيلو سلع مدعمة متنوعة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع 277 648 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 64 ألفا وتسع وسبعون مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم اجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2153 من قائد المركبات تبين ايجابية عدد 102 سائقا منهم كما تم المرور على 109 مدرسة واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 275 من سائق حافلات المدارس وتبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص 266 مركبة وتبين عدم وجود مركبات مخالفة الاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 417 سيارة و63 دراجة نارية متحوكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 12890 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة وفي مجال الامن السياحية نجحت اجهزة وزارة الداخلية في ضبط 355 قضية ومخالفة ابرزها حيزة الاثار والحفر والتنقيب عن الاثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 50651 قضية في مجال سارقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 33 مليون و864 ألف و811 جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 180 قضية من بينها 121 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و59 قضية في مجال جرائم المطبعات تم خلالها ضبط واتخاذ الاجراءات القانونية حيال عدد من المطابع والمكتبات تعمل بدون ترخيص وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 58 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 85 مليون و625 ألف و122 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 889 قضية في مجال التهرب الضربية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليارين و137 مليون و568 ألف جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وتسعين ألف وستمائة وستة عشر مليون جنيها اشتركوا في القناة